دعاءه عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم وفي فكاة رقبته من النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أعتبر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر ومن مسيء اعتبر إلي فلم أعذر ومن ذي فاقة سألني فلم أوثير ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفير ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر ومن كل إثم عرض لي فلم أهجر أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتبار ندام يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن فصل على محمد وآلهن واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبتان توجب لي محبتك يا محب التوابين يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر